مرحبا في هذا الفيديو راح ندرس استخرارية ميل ترابي باستخدام برنامج سلوب دابليو اللي هو واحد من المجموعة البرنامج G-Studio فتحت تنافذة G-Studio اختار New Project From New Project نلاقي خيار SI لأو الانترنشن سيستوميات مفاعل اردي كدفول اوكشن راح اتركه على SI System راح اضغط على Create اضغط لي نافذة جديد لkey in analysis راح اختار slope w ورح اختار limit equilibrium analysis ممكن بغير اسم الفايل او المشروع من هون راح اختار المورغن مورغن ستين برايس لتحليل الميل الترابي ليش اخترت الطريقة هاي؟ الطريقة هاي في ابحاث كثيرة وجدوا انه بالطريقة هاي بيعطيني اقل معامل امان فبالتالي الطريقة هاي مور conservative مقارنة بالطرق التانية اكثر امان يعني ايش معنا اكثر امان او اقل اكثر تحفظة من مقارنة بالطرق التانية يعني بتعطيني معامل امان اقل وهذا المهم بالنسبة لي فرح اختار طريقة مورغن سترم برايس بالتحليل بالنسبة لل side function راح اتركها على default half sign function بالنسبة لل pour water pressure راح اعرفه بمعلومية البيجومتريك line ام هاي هي راح اتاكد slip surface طبعا الشكل اللي راح تشوفوه بعدين الشكل الميل الترابي اا راح اتوقع انه الميل هيكون من اليسار اليمين فارح اترك هاي default اذا كان عندك انت مختلف عني عندي فرعيزم تحدد او تقدروا الشكل الميل هيكون من يمين اليسار او من اليسار اليمين فارح اتغير من هون بالنسبة لتحديد السلب surface او منحنة الانزلاق راح احده عن طريق entry and exit method و number of critical slip راح اتركه واحد هو هيبينني في التحديد بعدين منحنة الانزلاق الاكثر حرج او يعطيني اقل معامل امان هذا بمعناه الcritical هيكون واحد طبعا ثلاث طرق لتحديد المعامل الانزلاق في enter and exit انا بفضل طريقة هاي وفي grid and radius بتحدد نصف القطر محنة الانزلاق وبالتالي بتحدد مركز الدائرة وبيعطيك معامل امان للقطر اللي انت حددته محنة الانزلاق وفي block specified وفي اه 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 في اكثر من طرق في خمس طرق لتحديد منحنة الانزلاق انا بفضل اه entry exit entry and exit yes بالنسبة tension track ما عندي tension track فارح اتركها كدفولت مثل ما هي و الجديد بالذكر بقدر بحدد طريقة حساب معامل الامان كprobabilistic ولكن رح اتركها constant بالنسبة ال advanced minimum slip surface depth او العمق منحنة الانزلاق هون هاي اندح هايكون point one meter number of slice هاي ممكن اغيرها رح اتركها على ثلاثين بس رح ارجعها وبعدين واغيرها بعد ما اكمل من رسم المسألة اللي عندي فهذا كل اللي بالنسبة ل keyem analysis باردتلي نافذ لترسم رح ابدأ بتحديد axis increment size هايكون 1 متر رح ابدأ مقطع close رح ابدأ اعمل sketch للمسألة اللي عندي المسألة بتحددها حسب الواقع فرح اعملها modeling modeling وبتلاحظوا ان الموديلنج اللي اعمله هون هو 2 dimensional modeling فاذا عملت خطأ او حبيت ترجع ممكن ترجع بهذا الشكل ctrl z لتراجع هايكون اعمل طبقات مختلفتين مختلفة مختلفتين 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 بالتربة وعند تربة تانية لهذا الشكل وممكن اعمل ثلاث طبقات للتربة رح استخدم the camicle model لتعريف الـ properties لكل طبقة هالحيدة في أبحاث وجدوا أنه الـ Two Dimensional و Three Dimensional Slope Stability Analysis ما بيختلف كثير وفي أبحاث وجدت أنه الـ Two Dimensional Slope Stability Analysis باستخدام Morgenstern Price بيعطيني دائما أقل معامل أمان مقارنة بالـ Three Dimensional Slope Stability Analysis فما رح تختلف معك كثير من Two Dimensional أو Three Dimensional فأنا رح أعمل هون Two Dimensional بات هذا البرنامج ما بيقدر يعمل لي Three Dimensional فرح أعمل Two Dimensional حددت الرسمة اللي عندي أو المسألة اللي عندي بهذا الشكل ثلاث طبقات من الطبقة طبعا هذا كله موضوع في التحليق هذا برعام Sketch فقط سأبدأ بالدومين التابعي للـ Region الأول والثاني والثالث لثلاث طبقات من الطبقة سأبدأ بالـ Region سأبدأ بالدومين الأول والدومين الثاني والدومين الثالث سأبدأ بالدومين خلصت من تحديد الـ Domains أو Three Regions اللي بمثلوا لي طبقات التربية وهو ممكن من مشاريع هذا ممكن تظهر أرقام النوت اللي عندك سأبدأ بالدومين سأبدأ بالدومين الخطوة الثانية سأعرف المواد أو خصائص المواد لكل طبقة سأذهب إلى Material من هنا أو ممكن أذهب إلى Draw Materials سأبدأ بالدومين الأولى للتربية اللي عندي بهذا الشكل Add سأترك الخيار الأصفر سأسميه Layer 1 كطبقة أولى من من تحت سأختار مثل ما إلا المور كولوم أو المور كولوم كالكورستراتي الموضل الماتيري اللي عندي سألاحظون أنه في أكثر من الموضل هون سأترك على المور كولوم بالنسبة للطبقة الأولى عندي 20 الكوهيجن عندي 13 الفريكشن أنجل أو 5 رح أحددها 25 بالنسبة للطبقة الأولى السكشن هيكون عندي 10 وممكن أحدد بعمل إذا حددت الخيار هاي وبدخل أو التميه التربة هاي بالنسبة للطبقة الأولى رح أعملها Close رح أحدد عفوا ما حددنا الطبقتين التانيات فرح أعمل Add layer 2 ممكن تسميعي اسم رح أختار نفس الموضل بالنسبة حيكون عندي منطعش للطبقة التانية 10 10 Reflection هتكون 20 للطبقة التانية Section سيكون 10 هاي بالنسبة للطبقة التانية رح أعمل الطبقة التالتة في خيار بدما تعمل Add وتبدأ الدخل مربات مجديد ممكن تعمل كلون أو نسخ للطبقة الأولى لخصائصة بالكامل وتبدأ تعدي من هون رح أختار لون مخالف للطبقة هاي فليكن مثلا اللون هات تمام بالنسبة للخصائص شفتوا ان الخصائص نقليها من الطبقة التانية رح أغير الاسم هون كلاير 3 الخصائص نقليها من الطبقة التانية فرح أغير unit weight هون هخلي 17 ال cohesion 8 ال phi 18 degree ال section رح أضغط close ورح أضغط close حاجة هون كدفولت أعمل لي الطبقة التالتية فعلا أختار طبقة التالتية هون الطبقة التانية بهذا الشكل الطبقة الأولى بهذا الشكل حددنا ثلاث طبقات هلا ضل عندي أحدد ال بيزومتريك لاين أو المثلي الضغط الماء المسامي الضغط الماء عفوا الأنصص هذا الأنصص سوف اخذي بنظر الاعتبار ضغط الماء و سيحسب لي أقل أو slip surface بحيث يعطيني أقل فاكتور أو أقل معامل أمل بطريقة سوف اروح تقدى ترسم الواتر آآ بورواتر براشر من هون. او ممكن تعمل الدخل كما كدخل البورواتر براشر كأحداثيات اكس واي. انا بفضل اكس واي. فارح اضغط على كي ان وبختار بورواتر براشر وبروح للبيجوماترك لاي وبعمل اد. فيقل لي وين اول نقطة بتدع البيجوماترك. فراح اكتب آآ زيرو. بالنسبة ال اكس اكسس الواي. قيمة الواي. عندي آآ راح تكون ناشر متر. بهذا الشكل. خلصت من هاي راح اعمل اد. هاي بنسبة الطبقة الهي بالنسبة النقطة الاولى النقطة التانية. اي حددنا النقطة هون. سفر و اتناش. النقطة التانية هتكون آآ عشرين بال اكس اكسس و عشرة او اتناش في ال واي اكسس فهتكون عشرين. اتناش. بعمل اد. تلاحظوا ان انا سمي الخط هون اللي بمثلي البورواتر براشر. راح اهدد النقطة الثالثة. ستكون خمسة و ثلاثين في ال اكس اكسس. خمسة و ثلاثين متر. في الواي. بلتاكن مثلا. حسب طبعا المستوى الماء اللي عندي فيه المسألة. فانا راح اختاره عشرة متر. وبعمل اعد. بتلاحظوا وممكن بغيرها من هون اذا بدكم. من ال ايداش مثلا. فبتلاحظوا ان سطح الماء تغير عندي هون. وممكن بغيرها من اطمارش. حسب مسألة طبعا بجعب كرر. حسب مسألة طبيعة اللي عندك في الحقل. هي خلصنا هون اه ضغط الماء. فبتلاحظوا كمان انه شغلة مهمة. رسم لي حملة الهيدروستاتيكية اللي بنسبة للماء على سطح التربة. ورح لدخل في التحليل دقائيا او بلسكيا لما بدي احسر معامل الأمان. يضح عندي خطوة الخيران هي تحديد طريقة الآن można tzx. متلاحظوا في البداية راح حددنا نحن السلب سيفرس كأ انتربة صان وطالة راح اعمل عشان احدد السلب سيفرس او او سطح الانسلاق راح أحددها بالطريقة هذه. في الطريقة هذه هي بيسألني على شغلتين. موين بدك الانتري عنج يروح في اللي spel. فأقل له هون بضغط بالنسلاق وراح اضل ضغط واسحب لهذا الشكل. هاي بالنسبة للليفت انتري او الانتري او الانتري بتاع slip surface. بالنسبة الاكزيت راح يكون طبعا من هون. وراح اعمل هيك بهذا الشكل. ممكن تبدأ من اي نقطة. فانا عملته بهذا الشكل. وبس كاف خلاصت من التحديد مداية من نهاية slip surface ستطغط على اقضاء. هيك مسألة صارت عندي جاهزة للتحليل. اه بتاكد انه السام هلا activated مفاعل. وراح اعمل start مشان يبدأ بتحليل مسألة. هاي اللي لازم بتحفظها في مبينة او انتعملي save. فبحفظ معملها save على desktop. بتلاحظوا انه رسم لي slip surface. حدد لي معامل امان. على فكرة هون رسم لي في عندي مجموعة من اسطح الانزلاق. ولكن هو حدد لي السطح الحرش او السطح اللي يعطيني اقل معامل امان. فهذا ال one بونت فايف هذا بما انه اكثر من واحد. فمشتحين هون. معامل الانزلاق او معامل الامان للمسطح الانزلاق هذا عبارة عن واحد ونص. فبطلقه انه رسم لي واحد وانا في البداية اعطي ثلاثين سطح الانزلاق. عشان اظهر الخيار هاد بروح لل reference. وبعمل. or factor of safety value. عشان مشهد. بروح للام. yes view all slip surface. بتلاحظوا انه رسم لي جميع اسطح الانزلاق من بداية ال entry من الخط الاحمر فوق الى نهاية ال entry اللي اذا حددتم في النهاية. فهي جميع اسطح الانزلاق مرضحة في الرسمة عندي. ولكن السطح الحرج اللي بيعطيني اقل معامل امان مرضح باللون الابيض مثل ما كنش انفين هون. ممكن انا ارسم الى ال safety zone. وبحديد لي اسطح الانزلاق الحرجة اللي بعد سطح الحرج تبعي. كمان ممكن بعمل في control. في control line ممكن بوضح البول واتر بروشر. البول واتر بروشر. البول واتر بروشر كبضهر الليجند. ممكن اغير المكان الليجند. بخليه اي مكان. فهذا ضغط الماء المسامي الموضح بالخطوط والانوان الموضحة بالشكل عندي. فاخد بيها بنظل احتباف التحليل لحساب معامل الامان. طيب انا فرضا انا بدي اغير اطبع محلالي المعامل ايضا طريقة الشرائح او طريقة سويدية. طبع انا فرضا بدي اغير عدد الشرائح الموضحة بالشكل عندي في مستوى انزلاق. بروح على قائمة ال defy. بروح على ال key and analysis النافذة اللي طيعتلي في البلايين. بروح على slip surface. اه بروح على advanced. number of slides. ممكن هون بغيرها. عندي ثلاثين شريحة. ممكن انا بغيرها مثلا. مثلا بدي ازيد او اقلل او بصدر التوضيح اورجيكم مثلا عشر شرائح. رح اعمل. ابل ما اعمل اورجيكم الطرق المختلفة للتحليل. انا اخترت الطريقة هاي ممكن اغير طريقة تاني في عندي اسهر طرق. موركن سترنبرايز. اسبانسر. جامبو. اه بيشوب. هذول اشهر الطرق عادة في التحليل. ولكن مفضل الطريقة هاي لانه مور conservative. تعطيق معامل اقل. معامل امان اقال بالنسبة لطرق التاني. حسب طبعا الصور البروفين اللي عندك. اه هاي طريقة تغيير الطريقة تغيير لنوع التحليل المستخدم في البرنامج. هون انا غيرت number of slides. خليته عشرة مدى ثلاثين. وراح اشوف. اعمل start again analysis. ورسمني هون عشر شرائح فقط. مثل ما كم شايفين. واحد اتنين ثلاثين اربعة خمسة ستة سبع اتنين تسعة عشر. عشر شرائح فقط. واستقومنيها في التحليل. طيب انا انو بدي احدد اه خصائص كل شريحة. وارسم الاجهادات والانفعالات على كل شريحة. normal stress for sheer stress. راح اروح لل اه اه view slice information from here. اه اضغط عليها. راح يقل لي هون slice رقم واحد. بوضح لك جميع القوى اللي مضح عليها. الوزن. الرد الفعل اللي هو اللون الاحمر. اه جميع الخصائص. friction angle. cohesion. pour water pressure. بطلخوا جميع الخصائص. لو بدي انسخ الديتها هاي بيضغط على هون. بشرح ارفقها في التقرير تبعي. اه بدي انسخ ال diagram هاي بعمل وبرصقها في ال report او في التقرير. لو بدي اروح لشريح رقم اثنين. بروح لهون. هكذا بنتقل لشريحة اثنين. شريحة التالتة بتلاحظوا انه عملي اه تفضيل للشريحة اللي انا موجود فيها هلأ. هانا راحنا موجودين في الشريحة التلاتة. طيب بدي لو بدي اختار الشريحة بالموس. بروح عد رسمي بضغط بالموس بهذا الشكل. بيعطيني جميع القوى اللي موجودة على اللي اخترتها. هاي بالنسبة للتغيير العدد الشرائح. هون بتلاحظوا انه طيب لو بدي ارسم اه غراف غراف لي لي استخرج بعد البيانات. بروح على غراف متما تعودنا من قبل. بعمل اد. بدي اوضح مثلا. اه ضغط الماء المسامي لكل شريحة. فبروح لهون. اعضل الطريحة. data phone. اخليها slice data. بالنسبة لslip. اخلي. باجه لهون. بختار اه بوواتر بروشر. وبنسبة versus او ال x axis راح اختار slice number. هيك بتلاحظوا انه طلع لي عدد الشرائح مقارنة على y axis بالضغط الماء المسامي. طبعا. من الواضح طبعا كلمة. اذا بديت في الشريحة الاولى هون الشريحة الرقم واحد. الشريحة الرقم واحد اللي حتكون فوق. اه بلوزومتريك لاين. فطبعا حيكون ما هيكون فيها ضغط مسامي الموجب. فعضان يا بالسالب هون. اه الشريحة اللي عليها اكتر ضغط مسامي هي رقم تسعة. اللي هي الواقعة اه تحت سطح المي هون. فبتلاحظوا انه رسم لي ضغط الماء بسامي بمقارنة عدد الشرائح. فهي تقدر اه تنسخ اللي ترسكوا في ال report. اللي راح على options او more. بتعمل copy graph image او ممكن تعمل copy data. ممكن انت ترسمه حسب اه ما بدك في اي برنامج تاني. هاي بالنسبة لل اه draw graph. اتمنى ان يكون هذا الفيديو استفدتم منه ونال اعجابكم. اه اذا عندكم اي اسئلة ممكن تطرحوها في في الكومنتز. او احاول اجابكم بعدها. اه اه هذا كما وضحنا ال two dimensional slope stability analysis باستخدام اه سيجما دابلو. ممكن طبعا اه في شي تاني ما نكرته ممكن تدمج اكتر من analysis في اه ملف واحد مثلا ممكن تدرس اه جريان الماء. وتدرس استقارية slope مع seismic. بتعمل seismic analysis باستخدام ثلاث برامج. اه ممكن تعمل CW analysis. مع slope stability انا مثلا باستخدام اه slope W مع السيجما. فممكن تدمجهم كلهما بعضا وتعمل اه analysis لها ثلاث برامج مع بعضهم بحيث ينتقل لي من خطوة لخطوة وحسب لي كل شيء مع بعضهم. جمالة في واحد. اه في الفيديو القادم رح احاول اوضح طريقة اه 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 تسليح الميل هاد بحيث ازيد من المعامل امام وما هي الطرق اللي ممكن ازيد في المعامل امام وكيف ممكن اعملها بالبرنامج slope W. شكرا.